أحلى خبر من وزارة التموين والتجارة الداخلية لجميع أصحاب المعاشات أهلا بكم أدعوكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك مصدر الخبر موقع الشروق نيوز دوت كوم نشر في يوم الاسنين الموافق 8-2-2021 التفاصيل افتتح الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المينيا وعدد من المسؤولين مركز خدمة المواطنين المتطور بمنطقة مطايب محافظة المينيا خلال جولته لافتتاح عدد من المنشآت التموينية بالمحافظة وأوضح مصلحي أن وزارة التموين تخدم نسبة كبيرة من المواطنين مشير إلى أن الوزارة تستخرج بطاقات تموين جديدة لجميع المستفدين من معاشات وزارة التضامن إن لم يكن يمتلكها بالفعل وأكد أنه سيتم الانتهاء من تحديث البيانات وربط قواعد بيانات البطاقات نهاية الشهر الجاري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبذلك تكون وزارة التموين أو الوزارة تقدم خدماتها بشكل مميكن مضيفا أنه سيتم تفعيل النظام والانتهاء من مشروع التحول الرقمي نهاية الشهر الجاري كما طلب المصلحي جميع العاملين بالمركز بضرورة تلقي طلبات كافة المواطنين بشأن بطاقات التموين وإنهاء طلباتهم في حال استيفاء كافة الأوراق المطلوبة إذ أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك ترجمة نانسي قنقر